بيقول ربنا لما خلق الإنسان خلق فيه صفات كتير ومنها الفضول فلما خلق أدم وحاوة حطلهم شجرة معرفة الخير والشار وهو عارف أن طبيعتهم فضولية كبشر أنهم هيكلوا منها ليه خلق الفضول فينا؟ الفضول طبعا له دور لو أنا استخدمته بعقل الفضول هيخليني أتعرف على حقائق الحياة الفضول هو اللي خل البشر يكتشف قوانين الطبيعة الجاذبية، الضغط، درجة الحرقة بتغير ليه الحركة بتاعة الكواكب ليه فيه نهار في ليل الفضول ده هو اللي خلق العلماء يفكروا بطريقة علمية عشان يصلوا إلى تفسير الظواهر الطبيعية لكن لو أنا الفضول بتاعي خلاني أحاول أتطفل عليك وعرف أخبارك ماش صح الفضول بتاعي خليني أجرب حاجة غلط ضرية نفسي ما ممكن من ضمن الفضول أجرب السجاير أو أشوف إيه طعمها ليه في ناس متعلق بيه ألاقي نفسي وقعت أو واحد يجرب المخدرات أو الخمور ألاقي نفسه مش عارف يبطل أجرب أي نعم الخطيئة أقول بس هدقها مرة وشوف بعد كده هبطلها ألاقي نفسي مشأت في سكة مش عارف أرجع منها فالفضول هو صفة كويسة محتاجة ضبط العقل الشجرة التي وضعها الله في الفردوس لم تكن شجرة شريرة الله مش بيخرج حاجة وحشة لكن هو عايز كلام ده قاله القديس كارولس كبير قال إن السلطان الممنوح لآدم في الفردوس كان واسع جدا لدرجة إن لو لا قليل كان هيظن هو الإله الخالق وينسى أن فيه ربنا ربنا عشان يذكروا إن إليه كبير قال له الشجرة دي ما تكلش ماجه في وسط ملايين الشجرة وكان هنا بقى هيبقى محاكة طاعة ولا عسيان بس مش عشان الشجرة دي وحشة ولا حلوة ولا لأنه ما قالش النوع معين من الشجرة وقال له كان غاية دلوقتي إحنا ما ناكلش من الشجرة أو النوع الشجرة اللي ربنا نهى آدم عنه القديس بيقول غرس واحد نهي تاني أنا أكل منه والمشكلة ليست في الشجرة لكن في الطاعة أو العسيان ومفترض إن آدم يعرف ربنا لأنه هو ربنا خلقه حكيم جدا ويفهم إن الله خير وإنه مش بيدره ومش بيمنع عنه حاجة حلوة مفروض إن هو يجرب يدوعها زي ما أنا أصلك في والدي لما يقول لي حاجة وأنا يعرف محبته لي وإحنا أصدقاء مع بعض فلما يقول لي بلاش دي أقول له خلاص لا ممكن أن نقش بس يعني طبك يعني أو أقول له خلاص زي ما أنت شيء ثقة طبعما بحبه في علاقة طيبة بني وبين مخالفة آدم للوصية عبرت إنه هو مش عارفة بنا كويس لكن مش عشان الفضول بس عشان الإرادة مالت إلى العسيان بدل إلى الطعام لكن لو ليه ربنا خلق الفضول فكان ممكن آدم يستخدمه ويكتشف كل حاجة حلوة ربنا خلقه عشان بالفضول ده هو استخدمه غلط أنت عارف عدم الفضول ليخلي الواحد مش دريان بالدنيا حواليه يعني تخيالي فيه طفل مش واخد باله الفصل فيه إيه والبنات والولاد واللوحات اللي على الحيطة والديسك والكتب مش فرق مع أي حاجة مش هيتعلم عشان كيه دايما يقوله سيبه الأطفال تفكت كسر تعمل وعش يكتشف وبقى أنا جانبه عشان ما يضرش نفس صحيح